رجب بليبلو بداية رجب أهلا بك أهلا بك غادة حدثنا عن أوضاع مدينة بنغازي تفضل نعم لعلنا إذا ما تحدثنا عن عسكريا فالمؤتمر الصحفي للنطق الرسمي باسم القيادة العامة العقيدة أحمد المصماري قد أفصح وأجاز كثيرا في هذا الموضوع تحدث عن أنها المعارك في نهايتها في المحور الغربي ولا يوجد لجماعات الإرهابية سوى منطقة قليلة جدا هذه المنطقة تتحصن فيها تلك الجماعات وسط العائلات وأيضا الأطفال وتتخذهم سواتر لهم خوفا من نيران قوات مسلحة إذا ما تحدثنا عن مدينة بنغازي بصفة عامة اليوم كان هناك تحليق لسلاح الجو كان هناك عدة غرات على بعض تمركزات تلك الجماعات سواء كانت في محور غرب بنغازي أو محور البلاد وسط الحوت المدينة اليوم هو يوم جمعة يعتبر هنا في ليبيا هو يوم عطلة اليوم الصلاة الظهر قيمت في جميع المساجد أيضا نتحدث عن الحياة ما بعد الظهيرة كانت الحياة عادية جدا أيضا كان هناك ترقب لهذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه العقيد أحمد المصماري عن آخر الحيثيات العسكرية ولربما يعني الناس الآن كل الأنظار تتوجه إلى تلك المنطقة التي لا تقدر بالكيلومترات بل إن هي منطقة قليلة جدا لربما بنغازي ستفرح خلال الساعات القادمة أو لربما في هذين اليومين بالانتصار والتحرير لكامل الأرض اللي بيها نعم أشكرك رجب بليبلو كنت معنا من بنغازي شكرا